احتضنت مباني مدارس الفتح الخاصة في مدينة العيون مساء أمسي أمسية ثقافية تحت عنوان لأخلاق سمة حسنة في المجتمع وتنظم الأمسية من طرف نادي الفتح الثقافي وجرت فعالية الأمسية بإشراف المدير المساعد للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في ولاية الحوض الغربي محمد لمين محمد الحبيب وفي كلمته خلال الحفل أكد مدير مدارس الفتح سيداتي والحمادي أكد أهمية المدرسة الجمهورية وما ترمز إليه من معاني وقيم أخلاقية مبرزا دور الأخلاق في الحفاظ على النسيج الاجتماعي ودعت مداخلات ومشاركات التلاميذ إلى ضرورة التحلي بالقيم الأخلاقية والسعي للتحصيل المعرفي لضمان التمييزي أو التمييزي خلال مرحلة الدراسة وفيما بعد ذلك وحضر الندوة عدد من الأساتية وأباء تلاميذ والمهتمين بشأن التربوي